كذلك استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح اليوم في قصر سموه برميلة جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد فقد تقبل سموه التهانية والتبريكات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني بهذه المناسبة واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا الاسلام على سموه وتقديم التهانية والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة كما وتقبل سموه التهانية والتبريكات بمناسبة العيد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية